الفداء هو الشراء بثمن زي ما احنا كده وعلى فكرة احنا بنتمتع بالفداء وده كان يرمز له في العهد القديم بفداء الله لشعبه يعني اقتناءه بثمن آية أشعية 11-11 واحدة من الآيات اللي بتأسس لفكر الفداء اللي احنا حاليا بنتمتع به الله بيشتري شعبه بثمن بيقتنيهم مكتوب كده في كرونسوس الأولى مرتين مرة في صحة 26 لأنكم انتم بقى قد اشتريتم بثمن لو انا ترجمت الكآية دي بالعبري انتو حصل الرب عمل لكم اقتناكم كان زي بالضبط أشعية 11-11 فمجيدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله لأنه هو اشتراكم بثمن واتكرر التاني في كرونسوس الأولى 7 لأنكم قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس الروح القدس تحدث عن الفداء في العهد القديم بأكتر من فعل طبعا في الفعل بيدوث أو كلمة بيدوث يعني فداء الفعل بتاعها اسمها بدأ بدأ أو فدأ في العهد القديم ودي موجودة في مصمور 111 ومصمور 130 مش هدخل فيها يعني لكن عايز اقولكم أن الفداء كفكرة في العهد القديم موجودة موجودة بوضوء بأكتر من كلمة منها الفعل بادا أو كلمة بيدوث لكن كمان في فعل كان يعني اشترى بتمن والله سوف يعيد فداء شعبه اسرائيل مرة أخرى في الأيام الأخيرة خلي بالكم احنا ما زلنا بنتكلم عن بركات عظيمة جدا ولكنها ستحدث بسبب أشور الأيام الأخيرة ها دي بركات يلا بيسمح بكتير من الشرور في العالم لأنها بتعود على شعبه ببركات لا تقدر بثمن عشان كده النهاردة بندرس كل الأمور دي وبنكشف عن حقاق عن إعادة فداء الله لشعبه كنتيجة من نتائج هجوم الأشوري الشرير في الأيام الأخيرة على شعب اسرائيل أقول أنه بالرغم أن التعبير ده لاهوتيا قوي جدا يقتني لكن هكلمكم بصراحة إحنا عارفين فداءنا إحنا تم إزاي وعارفين أن اليهود سيتمتعوا بنفس الفداء بعد إيمانهم لكن ما نعرفش بالضبط ده الحقيقة مش الرمز ولكن الرمز بقى هو الاقتناء بالعودة إحنا ما نعرفش الاقتناء بالعودة سيتم إزاي يعني ما كشف لناش قالنا سيقتني شعبه يعني هيعمل إيه أنا مش عارف لكن هيعمل حاجة سيتم بها إعادة اقتناء شعبه وبالتالي هيرجعوا كلهم إلى دولة إسرائيل ده الرمز والحقيقة اللي احنا بنتمتع بيها وهيتمتعوا هم بيها زي ما أنا شرحت في الحلقة اللي قبل اللي فاتت هو إنه يتمتعوا بفداء المسيح لكن اللي اتنين لازم يحصلوا الرمز والمرموز بيه لازم اللي اتنين يحصلوا طيب هيقتني إزاي في العودة التانية ما نعرفش بس إحنا عارفين إن في المرة الأولى المرة الأولى اللي هي العودة من السبي البابلي أيام زورو بابل ونحمية ودنيال اللي حصلت أيام بداية المملكة الفارسية أيام كورش حصل برضو اقتناء حصل اقتناء نقرأ نقرأ هذا الكلام في سفر نحمية شكرا